في زيارة سريعة لليابان نزلت في بلدة كاريزاوة في محافظة ناجانو أجمل منطقة جبلية في اليابان مناظر طبيعية خلابة بتدي للروح طاقة إيجابية أنا حالياً في اتجاهي الأكبر وأخطر أثر كوني خلفته الطبيعة اشتركوا في القناة مساء الخير بحييكم من كوكب اليابان النهاردة أنا في بلدة اسمها كاريزاوة دي طبع محافظة اسمها ناجانو طبعاً انتوا عارفين أن اليابان عبارة عن 47 محافظة المحافظة لانا فيها دي تعتبر من أهم المصايف في اليابان من أهم المنتجعات السياحية في اليابان اللي اليابانيين نفسهم بيهربوا من المدن زي توكيو اللي فيها تكابل السكاني وزحمة وبييجوا على هنا علشان يستمتعوا بالطبيعة وقد إيه هي خلابة وجميلة المكان ده فيه حاجات كتير جداً هتستمتعوا بيها أقول لكم على معلومات حلوة جداً على كمية أحداث حصلت كونة الطبيعة اللي انتوا شايفينها دي خليكم معاكم من ضمن الأماكن المهمة اللي السياح دايماً بيجوا عليها لسياح اليابانيين وعافين إيمتها وقد إيه الأحداث التاريخية اللي حصلت فيها هي منطقة طرد الشيطان بالياباني اسمها منطقة دي زي ما انتوا شايفين عبارة عن سخور ضخمة جداً السخور دي اتكونت إزاي السخور دي مش متكونة كده بشكل عشوائي لا ده فيه أحداث حصلت كونت السخور اللي انتوا شايفينها دي إيه قصة طرد الشيطان ولي تسمت المنطقة دي بطرد الشيطان هنعرف دل بعد اتسمت المنطقة دي بطرد الشيطان لأن أحد القراويين زمان قال إن الشيطان عايش جوا جبل أصامة وهو المسبب للثروان البركاني ولخروج الحمام البركانية الضخمة بالشكل ده فتسمت بطرد الشيطان المنطقة هنا شكلها مرعب جداً زي ما انتوا شايفين عبارة عن سخور بركانية هي بقايا الحمام البركانية لثوران بركان أصامة اللي حصل سنة 1783 يعني تقريباً عد عليه 240 سنة مكون السخور الضخمة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي عبارة عن سخور بركانية بقايا حمام بركانية طبعاً جبل الأصامة ده ينطبر على بغض 8 كم أو أكتر من هنا تخيل بقاً السخور الضخمة دي كانت بتطلع من البركان واتطير على هنا لمدة 15 ساعة متواصلة فنتخيل حجم الضمار اللي سببته السخور دي يعني قرى الزراعية والأراضي الزراعية والناس اتضمروا تماماً يعني حجم الضمار وصل لـ 151 شخص تواصل بسبب البركان يعني بركان أسامة ده ميعتبر في اليابان من أخطر البركان اللي موجودة في اليابان لأنه بركان ناشط جداً هو مش من أشهر البراكين لكن من أخطر وإحنا عارفين من أشهر البراكين هو بركان فوشي برضو بركان ناشط لكن بركان أسامة هو بركان خطر جداً لأنه ممكن يعني بكل سنة والتانية أو بعد كل فترة والتانية بيصور ويسبب مشكلة وضمار أعتقد آخر 8 عصان كان سنة 2009 يسبب خسائر برضو بس مش بنفس الحجم اللي سببها سنة 1783 في أوائل القرن اللي 12 اترصدت زواهر طبيعية غريبة جداً في أوروبا وتسببت في مجاعة شديدة وكانت عبارة عن ظروف جوية قصية جداً السماء ضلمت وكأن الشمس غابت كم يوم عن الأرض لدرجة أن الناس تخيلت أن ده نهاية العالم لأن الظواهر دي ما ترصدتش في أوروبا بس لكن كانت في أسيا واليابان كلهم عانوا من شذوزات مناخية زي الأمطار الغزيرة والصيف البارد المتتالي وكان يعتقد في السابق أن الانفجارات دي ناجمة عن سوران بركان هيكلة في أيسلاند سنة 1104 وفيه فريق بحث سويسري وصل للاستنتاج ده بعد تحليلهم لعينات الجليد المستخرجة من الأنهار الجليدية في جرينلاند لأن على حسب اعتقدهم أن الانفجارات البركانية وخاصة الكبيرة منها بتؤثر على مناخ بشكل كبير ولكن لما تم تحليل النوى الجليدية في جرينلاند اكتشف الباحثون أن زيادة ترص بالكابريتات البركانية حدثت ما بين سنة 1108 و1113 وده مش متطابق مع سوران هيكلة وفيه مذكرات كتبها فوجي وارا نوموني تادا وده واحد من نبلاء البلاط اللي عاش ما بين 794 لـ 1185 كتب فيها صار بركان جبل أصامة في 29 أغسطس سنة 1108 ولا يمكن زراعة حقول الأرز بعد ذلك لأنها كانت مغطاة بالبركان طبقة ساميكة من الرماد فتوصل الباحثون لاستنتاج أن ترقمات الغبار البركاني تحديداً مادة السلفات كان بسبب جبل أصامة اللي ارتفاعه حوالي 2568 متر من سطح البحر معنى كده أن الغبار البركاني بتاعه وصل لحد أوروبا كلها وكان انفجار ضخم كبير جداً وتسبب في مجاع وأمطار غزيرة وصيف بارد لكذا سنة وربعات الشلالات دي اسمها شيرايتو بتتضفق طول السنة بدون انقطاع وهي منبع نهر اسمه يوكاوا زي ما انتوا شايفين الشلالات طلعة من وسط الجبل المفروض ان الشلالات العادية عبارة عن مجرى النهر وبيحصل جرف في نهاية الهضبة فبيحصل الشلال لكن في الحالة دي الشلال بيخرج من وسط الجبل ومصدر المياه مياه جوفية ويعتقد أيضاً ان تفسيرها مرتبط بالنشاط البركاني لجبل أصامة وهنا الوقت اللي بتحتاجه المياه عشان تتحرك من ناحية البركان للمكان ده حوالي 6 سنين يعني عمر المياه اللي انتوا شايفينها دي هو 6 سنين اشتركوا في القناة رحلة بركان أصامة كانت رحلة جميلة وممتعة استمتعت جداً بالطبيعة الساحرة وعشت ذكريات الأحداث اللي حصلت في المنطقة دي على قد أسوتها لكن كونت طبيعة خلابة ترجمة نانسي قنقر